الأوضاع الميدانية في اليمن تشهد تطورات متسارعة وزارة الدفاع اليمنية أعلنت إصابة قائد أركان القوات الإماراتية ومقتل ثلاثة آخرين بينهم فرنسي تابع لبلاكووتر في استهداف للجيش واللجان الشعبية لعربتهم في مديرية الوازعية جنوب غربي تعز إلى ذلك أعلن الجيش واللجان تدمير ألياتين عسكرياتين لقوات الرئيس هادي بمنطقة الشبكة بمديرية الذباب الساحلية على البحر الأحمر خلال محاولة تسللهم باتجاه منطقة هيلان وأسر عدد منهم وتدمير مدرعة تابعة لهم في مديرية صرواح غرب مدينة مأرب شمال شرق اليمن إلى لاحش حيث قتل خمسة من أفراد قوات الرئيس هادي بقصف الجيش واللجان لتجمعاتهم بمحطة البركان في مديرية كارش شمال المحافظة جنوب اليمن وشنت طائرات التحالف سلسلة غارات جوية على كلية المجتمع بمديرية سنحان جنوب صنعاء وكذلك استهدفت غارات مماثلة للتحالف تلة ذهبان وقاعدة الديلم الجوية شمال العاصمة أما في الحديدة فقد جددت طائرات التحالف غاراتها على مديرية بورع شرق المحافظة غرب اليمن الحدود اليمنية السعودية شهدت أيضا تطورات ميدانية إذ جار قنص جنديين سعوديين بتلة الرمضة بالطوال وقتل عدد كبير من أفراد قوات الرئيس هادي خلال صد الجيش واللجان محاولة تقدمهم باتجاه تلة البلبلة في جيزان بحسب ما أعلن الجيش